اشتركوا في القناة احا ياولادي في المرة الفاتت شفنا انه الله سبحانه وتعالى اكرم سيدنا ادم عليه السلام وخلق ليه شريكة زيه الليلة حنكمل القصة دي ونشوف حصل شنو بالضبط وكيف انه الشراكة دي اضعرضت لاختبار صعب جدا غير طبيعة الحياة كلها ياولادي الدبيب المناسبة كان امكر المخلوقات المؤذية الخلقة الله سبحانه وتعالى وبمكره ده فكر انه يغش مرت سيدنا ادم عشان كده قام سأله وقال ليها بالجد جد انه الله قال ليك انتي وراجيك ما تاكلوا من اي شجرة في الجنة دي الله قال لينا اكلوا من ثمر الجنة ولكنه نهانا من اكل السمر حك شجرة معرفة الخير والشر وقال لينا الشجرة دي ما تاكلوا منها وما تقربوها وإلا بيتموتوا لا بدل ما حتموتوا الله قل ليكم كده لانوا عارف انه يومكم هل حتاكلوا من الشجرة دي يقولكم هاتم فتح وحتقدروا تميزوا بين الخير والشر والمرة صدقت كلام الدبيب المكار ده وعاينت للشجرة وشافت انه سمر جميل ومغري للأكل وفتكرت انه مطلوب كمان للمعرفة عشان كده شالت منها وأكلت وأدت راجلة وهو برضو أكل معاها والله سبحانه وتعالى في البداية لما خلق سيدنا آدم عليه السلام وزويته خلقوا مع ريانين لكنهم ما كانوا خجلانين من الموقف ده لأنهم ما كانوا عارفين معنى العرشن ولكن لما قلوا متفتحت عرفوا انهم عريانين وخجلوا عشان كده شالوا من أوراق التين وعملوا منا أغطية صغيرة عشان تسترهم وسيدنا آدم وزوجته في المسا سموا سوط الله في نواحد جنة وخافوا وحاولوا يتدسوا وسط الشجرة لكن الله بيعلمه عرف أمرهم ونادى سيدنا آدم وقال ليه يا آدم انت ليه بتدسه سمعت صوتك في الجنة وعشان كده خفت وخجلت ودسيت لأنه عريان يا رب وقال الله قال ليه كيف عرفت انك عريان انت أكلت من الشجرة النهيتك عنها مش كده؟ في الحقيقة المارة اللي انت خلقتها عشان تكون شريكتي هي لقدتني من ثمار الشجرة وأنا أكلتها وقال الله سأل المارة انت عملت كده ليه؟ الدبيب الدبيب غشاني عشان كده أكلتها وقال الله قال للدبيب عقابك انك حتكون ملعون من بين كل البهايم والمخلوقات وحتسحف على بطنك وتتمرمض في التراب طول حياتك وحتبقى في عداوة بينك وبين المارة الغشيتة دي وزردتك وزريتها اللي هو الإنسان للأبد هو حيهرس راسك وانت حتلدعه بعد كده الله قال للمارة وانت كمان حتتقلم جدا في الحمل والوضوع وتزعي لإرضاء زوجك تكون خاض عليه وقال لي أبونا آدم وانت لأنك عصيت أمري وسمعت كلام زوجتك وأكلت من الشجرة النهيتك عنها أنا جعلت الأرض ملعونة بأسببك حيقوم فيها الشوك والحسكنيت وبصعوبة تأكل من الزرع وبالشجة ومن عرق جبينك تكسب رزقك لغاية ما تندفن في التراب اللي تخلقت منه لأنه إنت أصلك من التراب وللتراب ترجع وأبونا آدم وأمنا حوى طبعا كانوا ستروا العرى بتاعهم بصفق الدين لكن ده ما كان كافي عشان كده الله بدلوا ليهم بملابس من الجرد يا جماعة زي ما شفنا الله أنزر أبونا آدم بالعقاب الكبير اللي هو الموت فيما بعد لكن برضو كان في عقاب عاجل ليه ولي زوجته وعشان كده الله قال لأن الإنسان عرف الخير والشر أنا قررت أطرده من الجنة عشان ما يميد يده لشجرة الحياة ويعيش للأبد والله طبعا نفذ أمره وطرد أبونا آدم ومعاه أمنا حوى من الجنة وسخر أبونا آدم عشان يزرع الأرض اللي تخلق منا أما شجرة الحياة الله وضع مجموعة من الملايكة الأقوياء في شرق عدن شهرين سيف من لهيب نار لامع وأمرهم بأن يحرصوا الطريق اللي بيود إليها أبونا آدم عليه السلام سم زوجته حوى لأنها حتولد أولاده بنات وزرياتها حيعمروا كل الأرض بالحياة وده هو سر التسمية الله رزق سيدنا آدم عليه السلام بولد من زوجته حوى وسموه قابيل وحوى فرحت به وقالت أحمد الله واشكره أحمد الله واشكره بفضل ورزقني ولد وبعد فترة ولدت لها ولد تاني وسموه هابيل وقابيل هابيل لما كبروا بيقى كل واحد منهم عنده حرفة معينة قابيل كان مزارع وهابيل كان راعي غنم وفي مرة قابيل قدم لأله جزء من المحاصيل اللي أنت يتعرضه وأخوه هابيل كمان قدم لأله من أفضل أبكار غنمه وقالله رضى عن هابيل وتقبل منه لقدمه لكن ما رضى عن قابيل وما تقبل لقدمه لأنه قلبه ما كان صافي ولأنه الله رفض القدم وقابيل قابيل كان زعلان جداً وكان شاعر بخيبة أمل وبسبب زعله ده الله سبحانه وتعالى قال ليه أنت ليه زعلان ومغبون كده إذا أنت تصرفت بطريقة كويسة أنا كنت هأرض عنك وحتفرح ووشك يتهلل أما إذا تصرفت الطريقة سيئة أو متهورة بالتأكيد الشر حيكون راسد ليك وحيتحكم فيك عشان كده أحسن تشوف ليك طريقة تتغلق بيها على الشر وما تخليه يتمكن منك لكن غابيل رفض حكم الله وما فكر إلا في الشر وعشان كده في يوم قال لي أخوه هابيل هابيل أرح هنا ناخد لنا لفة في الخلى ده ونجر هجعين أه أه والله هي فكرة أرح وفي الخلى قابيل هجم علي أخوه هابيل وكتله وبسبب الجريمة دي الله سأل قابيل وقال ليه وين أخوك قابيل؟ وقابيل قال ما عارف أنا حارز بتاعه وليشنا؟ وقال الله سبحانه وتعالى قال ليه انت ما عارف العملته؟ دم أخوك بيصرح لي من الأرض ومن اللحظة انت ملعون والأرض الكتلت أخوك وسال فيها دمه انت حتكون متشرد فيها وكمان لما تزرعه ما حتكسب منا خير وقابيل قال يا رب يا رب العقاب ده أكبر من طاقتي انت اليوم ترطني من رحابك وحكون مشرت في الأرض وأي زول ممكن يقابلني يكتوني حكون ضعيف 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 وقال الله قال ليه لا الناس حيخافوا لأنه لو في زول كتلك أنا هعاقبه قدري عقابك سبع مرات وقال الله سبحانه وتعالى عمل علامة تميز قابيل عشان ما في زول يكتله وطبعا زي ما الله قال قابيل انطرد من قدامه وبيقى متشرد في أرض نود التي كانت موجودة في شرق منطقة العثل وهناك في أرض نود قابيل رزق من زويته في ولده حنوك وسمى القرية البناها وسكن فيها حنوك على اسم ولده ومن زرية حنوك انحضر لامك ابن مبشيل الكان متزوج مرتين واحدة اسمها عادة أم يعبال وهو أول راعب هاي ما يسكن في القيام وأخوه أوبال وهو أول عازف على العود وسفارة وزوجة لامك الثانية كانت اسمها صلة وهي أملي ولد اسمه توبالي غابيل وليبيت اسمها نعمة وتوبالي غابيل دا هو كان صانع لآلات النحاس والحديد ولامكت ذكرناه قبل شوية في مرة من المرات قال لزوجاته اللي اثنين هو يا نسوان أسمع وخلّم بالك من كلامي دا كويس أنا كتبت لي واحد لأنه ضربني وإذا كان الله قال لقابيل البيكتلك عقابه حيكون قدر عقابك سبع مرات أنا كبان البيكتني عقابه حيكون سبع وسبعين مرات والله رزق سيدنا آدم عليه السلام بولد ثالث من أمنا حبه سموه شيس وشيس دا كان بيشبه أبوه شبه شديد وامه هو فير بحبيه جدا وقالت الحمد لله الحمد لله يلا عوضني بي ولد شهير بدل أخوه هابيل وشيس بعد فترة كمان كبر ويتزوج والله رزق بي ولد سماه أنوش في الوقت داك الناس بدوا يعبدوا الله بشكل أوسع وسيدنا آدم عليه السلام عاش بعد ولادة شيس تمنمية سنة وكان عنده أولاد تانيين وبنات ولما مات كان عمره تزعمية وتلاتين سنة دي يا أولادي كانت قصة سيدنا آدم عليه السلام اللي هو أول إنسان خلقه الله وطبعا زي ما عارفين عشان كده بيقي اسمه أبو البشر لأنه هو أبونا كلنا يا السلام بارك الله فيك يا التصفية دي قصة عجيبة وممتعة أيوة قصة عجيبة فعلا وكمان أغلب المعلومات دي أنا ما كنت عارفاها صح 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 والله مرة تانية خلت صفية بلا شكرك ربنا يديك الصحة دلوقتي نحن الاستعزن شكرا لكم يا أولادي شكرا لك انت يا خلت صفية أنا مبسوطة جدا منكم الله يخليكم ومع السلامة مع السلامة يا أولادي مع السلامة في رعاية الله تحية زروق اغراج تماتر شكرا لكم